موسيقى 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 يا صباح ومساء الخيرات والبركات وكل جميل من الصفات مع حضرتكم دكتور اشرف ارض وكورس جديد عن امتحان قدرات الفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية النوعية طبعا احنا عارفين ان فيه جزء من الامتحانات ده عملي وجزء تاني نظري الجزء العملي التوقعات اللي بتبقى فيه اما طبيعة صمتة من الاشكال هندسية اللي هي المكعب مخروط دايرة استوانة اما طبيعة صمتة من ملامس مختلفة زي الفخار يعني ممكن يجي لنا مثلا فوازة فخار ممكن يجي لنا ابرئ نحاس ممكن يجي لنا تمثال وان كان موضوع التمثال دا دلوقتي خلاص او يجي لنا او يجي موضوع تصميم ابتكاري وتعبير فني فانا هبدأ باول حاجة اللي هي الطبيعة الصنطة الاشكال الهندسية هنبدأ بشكلين اللي هما المكعب والاستوانة هنعملهم في تكوين مع بعض هنشرح ازاي نرسمهم بداية انا لما جرسم لو انا عندي التكوين بتاعي على الورقة دي كده تمام لازم بحدد العناصر بتاعتي هتبقى موجودة فين في الورقة قبل ما اشتغل ازاي الكلام دا يعني انا على سبيل المثال هنا اللوحة بتاعتي دي انا بعتبر ان الورقة دي عبارة عن لوحة بقسمها بالشكل ده كده تلت اتلات اللاين خفيف قوي اللي هو بعد كده ممكن ما يظهرش مع التزليل تمام او يعني مش تلت اتلات بالزبط يعني نقدر نقول ايه الجزئين فوق وتحت والجزء اللي في النص هو الايه الاكبر طب ايه الفايدة من الخطين دول لو انا هشتغل التكوين بتاعي بالطول لو انا هشتغله بالطول كده تمام يبقى التقسيمة دي مهمة جدا لتوزيع العناصر بتاعتي ايه العناصر اللي هي الحاجات اللي انا هرسمها انا هرسم حاجتين اللي هما المكعب والاستوانة حلو والمفروض ان انا هرسمهم يا اما جنب بعض يا اما فوق بعض فانا هرسم المكعب والاستوانة فوق ايه طيب الخط اللي انا عملته ده بقسم المسافة دي اتنين تمام كده يبقى هنا بداية التكوين اللي انا هرسمه من اول الخط ده كده تمام يبقى انا عرفت وظيفة الخط ده فين يبقى اي حاجة هرسمها سواء مكعب سواء استوانة هتبدأ من هنا تمام عشان الفراغ اللي فاضل كده يبقى ايه فراغ مناسب ليه ايه الشكل يبقى فيه نسبة وتناسب ما بين الشكل والفراغ يبقى انا كده حددت اولي فين اوكي طيب الخط التاني ده وظيفته وظيفته ايه وظيفته لو انا عندي عنصر فيه استطالة يعني طويل زي الاستوانة تمام وحينتهي في مكان معين يبقى برضو نفس الفكرة بحاول اعمل اكسي كده بيقسم المسافة دي اتنين يبقى الجزء اللي في النص ده هو ايه برضو نهاية العنصر اللي هو اعلى عنصر عندي طيب هحقق ده ازاي لما جرسم مبدئيا انا حرسم دلوقتي المكعب تمام مش بالضرورة المكعب يبقى ماشي مع الخط ده ممكن يبقى فيه ميل يعني على سبيل المثال انا دلوقتي هعمل مكعب المكعب فيه ثلاث زوايا هما اللي حيبقوا بينين مش اكتر من كده طبعا ممكن يبقى المكعب فيه ثلاث زوايا ممكن يبقى فيه زاويتين لو انا شايفه برؤية معينة من المنظور بس انا هنشتغل بالمنظور اللي هو عبارة عن تهريب لنقطتين طب ازاي الموضوع ده ان انا بعمل خط كده ركزوا معي ركزوا معاش الكلام ده مهم قوي يعني اول حاجة خط عمودي تمام عمودي يعني ايه الخط العمودي ده من غير ما استخدم مصطرة يا ولادي يعني يا ريت ما يبقاش فيه مصطرة والفيهاند دايما في التحكم بيبقى افضل لان هما برضو لما بيجوا يحكموا بيعرفوا الخط اللي معمول بالايد والخط اللي معمول بالمصطرة تمام يبقى انا ممكن حتى لو انا عملت خط بالمصطرة خفيف خفيف خالص وبعد كده بروح ايه متقل عليه بالايه بالقلم كده هو بالشكل ده تمام يبقى الخط العمودي ده اللي هو لازم يكون موازي للورقة موازي للخط بتاع نهاية الورقة طيب الخطين بقى اللي هما بالجنب ده قصايت او جنب من المكعب الخط ده كده تمام لو مشينا على طول كده 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 تمام وجبنا الخط التاني اللي هو في نهاية المكعب تحت وبرده مشينا بنهربوا لنفس النقطة اللي فيها الخط اللي فوق تمام مش مهمة هتلتقي هنا مش لازم ايه يبقى الالتقاء في الورقة نفسها ممكن يبقى الامتداد الخط كده الامتداد الطبيعي نبص نلاقي الخط حصل طلاقي بس في نقطة ايه بعيدة الخلاصة اني لازم الخط ده والخط ده الاتنين يلتقوا بعد كده فين في نقطة واحدة طيب الخط ده بيحدد لي العرض الصيد او عرض الجانب ده يمين وش مال هنا اعتبر ان العرض المكعب هينتهي هنا هو تمام كده طيب يعني الخطوط الوهمية الزيادة ده كلها بعد كده هتتمسى يبقى انا هاخد من اول الخط ده وانزل خط عمودي نرجع نقول ايه عمودي عمودي يعني معناها ان الخط ده موازي لايه للخط ده موازي لايه تاني للخط ده تمام كده يبقى انا من خلال ده يبقى انا كده عملت اول جنب او اول سايت من الايه من المكعب تمام كده طيب عند بقى الجنب التاني متهرب للناحية التانية تمام كده يعني لما اجي اعمل خط كده برضو زي ما انا عملت نحية اليمين هعمل برضو ايه نحية الشمال يبقى برضو ايه الخط كده والخط التاني برضو ايه انا لو نتخيل انه ده برضو رايح له نقطة يبقى الخط ده بردو فين لنفس النقطة بس مايبقش كاسر قوي يبقى في ايه زاوية الرأي بتاعتي يعني الخط الافق اهو يبقى في اقل من خط الافق بحاجة يعني حاجة بسيطة اوى الخط الافق ده اللي انا عملته في الاول تمامي يبقى ايه الخط التاني اللي هو يا لهب بسي نازل حاجة بسيطة اوى ممتد برضو رايح فين رايح لنفس النقطة اللي فيها ايه الامتداد بتاع الخط ده بس بعد مسافة. تمام كده? طيب. هعمل نفس الكلام. هحدد زي ما انا حددت هنا كده. هحدد نهاية المكعب بتاعي هنا. وبنزل بخط عمودي. تمام? خلاص? هنحفظنا عمودي يعني ايه? يعني موازي للورقة. تمام كده? موازي لبقية الخطوط العمودية اللي موجودة. ده مهم جدا. عشان ايه ممكن? العين تخدعنا فنبص نلاقي الخط ده مال مننا يمين او شمال. ده من الخطوط بتاعة المكعب. العمودية بتبقى على طول. بتصنع الزاوية قايمة مع ايه? مع الخطوط الافقية. يعني هنا موازي لهنا موازي لهنا موازي لنهاية اللوح. طيب. عندنا بقى فوق المسطح اللي فوق ده فيه خطين. الخط اللي بيبدأ من هنا بيتهرب مع الاتنين دول. اللي احنا قلنا رايحين ناحية اليمين. يبقى الخط التالت ده برضو رايح معاهم. بس الميل بتاعه هنا هيزيد اكتر. ليه? لان دول قريبين من بعض او في زاوية النمى الابعد. فتمام في بقى الميل بتاعه ايه? اعلى شوية. برضو رايح لفين? لنفس النقطة. تمام كده? وانا عندي خطين من ناحية الشمال. رايحين لنقطة واحدة. يبقى الخط ده برضو فين? رايح للاحية الشمال بيتهرب ايه? لنفس النقطة اللي من ناحية الشمال. مجالد انا ما بعمل الخط ده كده. وده كده بيديني ايه? الزاوية او نهاية الايه? المكعب. بالشكل ده كده. تمام? يبقى الخطوط دي قدت المهمة بتاعتها. خلاص كده. بعد كده بمسحها. هنا كده زبطت الايه? المكعب بتاعي. يريد نحاول ايه? حتى لو استخدمنا مصطرة. نستخدمها على خفيف ونأكد بايه? بالآ بالألم. الفري هاند. يعني حركة الفري هاند دي. آآ بأكد عليكم بس ان هي ايه حاجة مهمة جدا في الامتحان. لان هما برضو آآ بيركزوا. لان الفري هاند بيحدد قد ايه? انا عندي ممارسة للآآ للألم الرصاص وبمسكه كتير. تمام كده. طيب. ده ايه? المكعب. انا عندي كم جنب من المكعب ظهر في الزاوية دي. واحد اتنين تلاتة. طيب. انا لو حرسم استوانة. يا اما مثلا استوانة حرسمها فوق المكعب. تمام? يا اما حرسمها جنب المكعب وفي جزء منها وكأنها وراء شوية. تمام? انا هتخيل ان ايه? ان الاستوانة وراء المكعب. طيب. الخط اللي انا حددته زي ما انا حددت الزاوية بتاعت دي اللي هي مع الخط ده كده. هنا الخط ده برضو هعمل كده واروح ايه? الاستوانة لما نجي نتكلم عن شكل الاستوانة. لما اجي حللها هندسيا. الاستوانة عبارة عن ايه? شكل مستطيل. تمام كده? يعني ادي الضلع بتاعه اللي هو من ناحية الشمال والضلع اللي من ناحية اليمين. ولما بشتغل برضو بشتغل بخطوط عمودية. يبقى الخط العمودي ده معناها ايه? ان الخط ده كده? موازي الايه? موازي لللوحة. تمام? موازي للخط التاني. لو انا هشتغل بالمسطرة يبقى برضو ايه? على خفيف خالص. بس بعد كده بأكد بالزاوية. الاول هشتغل لكني بعمل مستطيل. تمام? في الاول خالص. وبتخيل دايما يا ولاد فيه حاجة مهمة جدا. اللي هي الاشكال المتدخلة او اللي ورا بعضها. لازم انا بعمل عملية تخيل للشكل من ورا الشكل التاني. انا دلوقتي اتفقنا ان الاستوانة دي هتبقى ورا المكعب. تمام? بس كأن وكأن المكعب ده شفاف. عشان يظهر لي بقية الاضلاع بتاعة الاستوانة او الشكل المستطيل اللي حامل بالاستوانة. كده هنا هيبقى ظاهر. اوكي. تمام? وفوق ما فيوش مشكلة ظاهر. ايب انا كده عملت المستطيل. تمام كده? هو المستطيل هو الاستوانة? لا طبعا. طيب ايه الاستوانة بارا عن ايه? احنا قلنا الخطين دول متوازين. بعد كده في دوران كده. عشان ازاوية الرؤية بتاعتي انا بتشوف ان الدوران بتاع الاستوانة جاي من هنا اهو كده. طبعا الجزء ده مش هيبقى باين. انا دلوقتي اللي يهمني الجزء اللي هو ايه? اللي هيظهر بعد كده. بس لازم عشان ازبطه باعمل ايه? بكمل الشكل وكأن الشكل ده ايه? موجود عشان يزبط لي الجزء اللي هو ظاهر من الايه? من الاستوانة. طيب بالنسبة للجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق انا قلت الخط ده النهاية بتاعتي فانا ممكن اعمل حاجة. عندي فيه شكل بيضاوي بيظهر على مسطح الاستوانة. لان زاوية الرؤية بتجيب لقطة من فوق. بس اللقطة دي مش كاملة. لو احنا قلنا لقطة كاملة للاستوانة هتبني انها دايرة. لو لفيتها لفة كاملة هتبني انها ايه? دايرة. انما زاوية الرؤية بتاعتي بتشوف الدايرة اللي هي فوق اللي في ساقف الاستوانة عبارة عن ايه? شكل بيضاوي بالشكل ده كده. تمام? يبقى الشكل اللي انا شايفه ده اصلا في الحقيقة هو ايه? هو دايرة. بس زاوية الرؤية بتاعتي شايفة ايه? شايفة استوانة. تمام كده? يبقى ارجع تاني للاستيكة وامسح كل الاجزاء اللي هي مش بستخدمها بعد كده او كانت خطوط مساعدة عشان اقدر اكمل ايه? الشكل بتاعي. تمام كده? انا قدرت دلوقتي اخلص مرحلة الاوتلاين للشكل اللي احنا عملناها اللي هو الاستوانة والمكعب. تمام كده? طيب هما الاتنين دول المفروض ان هما على استاند او على حاجة ان هما مش طايرين في الهوى. هما مش طايرين في الهوى. تمام كده? يبقى الاستاند اللي هي موجودين عليه ما ينفعش اعمل بداية الاستاند دي هنا اهو. تمام? يبقى الاستوانة طايرة برضو يبقى لازم الاستاند اللي انا هشتغل ان المفروض ان العنصرين موجودين عليه. لازم يحتوي العنصرين مع بعض. يبقى اهو ده كده. تمام? وتخيل برضو زي ما اتفقنا ان احنا الخطوط اللي ورا الاشكال. لازم نتخيل ايه? عشان نقدر نعمل الانتداد بتاعها. تمام كده? يبقى انا عندي كده الجزء او تقسيمة اللوحة بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده. هي انجح تقسيمة للشكل مع الفراغ. تمام? في حاجة هتاخدوها بعد كده ان شاء الله لما ربنا يكرمكم بقى وكلكم تدخلوا اه اللي عايز يدخل فنون جميلة يدخل واللي عايز فنون تطبيقية يدخل واللي عايز تربية فنية يدخل واللي عايز تربية نواية يدخل برضو. هيعرف حاجة بعد كده اسمها التكوين. لما يكون التكوين عندي واخد شكل حرف الال يبقى من التكوينات النجحة. تمام? يبقى الفراغ اللي موجود متناسب مع الشكل. يعني ما جيش انا صغر الاستوانة اوي. وصغر المكعب اوي وسيب فراغ كبير. يبقى ده مش حلو. او العكس. لا اروح انا مكبر المكعب جدا. ومكبر الاستوانة. والفراغ يدوب. ما فيش حاجة اسمها ايه? اه فراغ صغير. لازم يكون الفراغ متناسب لهو كبير ولا هو صغير. تمام كده? دي اول اه مرحلة. اللي هي رسمي الاوتلاين الاشكال الهندسية. وهكمل معاكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله الظل والنور بتاع الشكلين. دول خليكم معايا عشان الكرسي ده ان شاء الله هيفيدكو. وباذن الله هياهلكو تأهيل حقيقي لامتحانات الخدرات الفنية.